استمرار التصعيد دون غزو عسكري يعد أحد السيناريوهات الروسية ذات التأثير القوي على الاقتصاد الأوكراني واستقرار القطاع المصرفي صرحت بذلك نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا وأكدت في الوقت نفسه أن الحكومة تدرس العديد من السيناريوهات المحتملة نحن نتحدث عن دعاية روسية وحرب هجينة ضد أوكرانيا نحن لا نناقش هذا حتى مع الشركاء الدوليين لأنه من الواضح للجميع أن هذا الأمر سخيف جميع شركائنا في الساحة الدولية لديهم كل المعلومات اللازمة نحن متفقون تماما على تقييم الوضع بالقرب من حدودنا وفي الأراضي المحتلة بما في ذلك في شبه جزيرة القرم وكل هذا لا يمكن أن تقوضه أي دعاية روسية اشتركوا في القناة